وعلى الجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية والخدمية لا زال صعود الدولار يمثل تهديدا مباشرا لمصادر عيش معظم الأسر العراقية في صلاح الدين وباقي المحافظات اتخلف انهيار الدينار العراقي ركودا في الأسواق المحلية وتوسع شريحتين البطالة والفقر التفاصيل بتقريرنا التالي الدولة في هنا تحظمها شون من نلتفت من نجيبها تحول الحال من دعوة المسؤولين لحلول إلى دعوات على متسببي الأزمات إذ أضحى ارتفاع سعر صرف الدولار يؤرق أرباب الأسر من غير آمال لحلول تلوح بالأفق عمرنا كله خسارة بخسارة من وراء الدولار هذا الأكشر لو تخلونا التعامل بالدينار العراقي وتخفضوها من الدولار تقطعوا وفردناهم لو شون يعني شون يعني واحد هسه بالله آني عندي ذاك عنده هسه نص هذا الشعب يطلبوا الدولة يطلبوا الدولة الدولة يطلبها مو الدولار حاليا الأسعار مرتفعة مال الدولار مرة خمسين مرة ستين وصل حاليا للسبعين إحنا حاليا أبو مصلحة أجار المحل ما أقدر أطلعه أبو الجملة المستفاد أبو الجملة صعد نزل الدولار هو مستفاد حاليا السوق واقف تجه العصر حاليا السوق فارق لا قبل لا صعد الدولار البضع موهيش ركود غير مسبوق في الأسواق وتمدد في ظاهرة البطالة والفقر تفاقمها حلول ترقيعية لا ترقى لمسؤولية دولة تريد الراحة لشعبها نهيك عن الغموف الذي يوشح أسباب انهيار الدينار العراقي وسكوت الحكومة عن الأموال المزورة التي تغزو الأسواق المحلية وتأثيراتها المستقبلية يعني أنا عاملة الحمد لله وشكر نشتغل بس أكو بسطيات يعني ياما أخذين بضايع يعني كل هذا بالدولار وسوق ضعيف يعني البشر ما يجي يشتري كل ما يصاعد الدولار إحنا نصاعد البضاعة يعني حيل هبط سوقنا هبط يعني هسأنا نبيع بخسارة ما دعنا نربع بخسارة أربع يعني ساعة الدولار إذا كان بـ 11 من التاجر التاجر سوا بـ 12 دولار يعني هو 11 دولار ينضرب مثلا عن الـ 160 أو الـ 170 الساعة تاجر من يما مهدعش سواف معج دولار يعني زي الدولار يعني مو على القديم يضربه يضربه على الـ 160 أو على الـ 150 ومن لا نقدر نشتغل يعني يسوق خبط الشغل ماكو يعني طالب يعني من رأس الوزارة من نزل الدولار يعني وضع تعب حيل يعني ما معيشه ماكو يعني فرغ ماكو تغافل النواب عن تكرار الأزمات تناست تاجهة المعنية ناخبيها وتركت الأوضاع دون حلول وأفلتت الزمام من يد أصحاب القرار ليدفع المواطن ضرائب لا ناقة له فيها ولا جمل سبيوتنا آجارات بسطياتنا آجارات الدولار ما شاء الله عني بيوصل لـ 170 ألا طاقة فالناشد محمد الشياع السوداني الناشد الأعضاء البرلمان الناشد الوزراء الناشد وزير المالية أن يخفضون سعر الدولار يعني ولو هسله يصل لـ 130 هم إحنا ممنونين يعني بس تاستقر الوضع يمشي الوضع مالنا تمشي السلع على البسوق هاي الغذائية هسا ما شاء الله عني بي السوق مال هنار فنرجو من الأعضاء البرلمان الوزراء محمد الشياع يعني تخفيض سعر الدولار رحم الوالدي يكم يعني استفتاحي يكمنا ما نستفتح للعصر إن بيعنا بـ 20-25 ألف ونمشي أنا عندي عامل بطلته وضبط بسطيتي أنا وحده هو وقف بها والحمد لله وشكران طبعاً يمكننا اليوم أن نفتحت بالعشر ونص كل نوم بحنا نفتع بثمانية الصبح ونستفتحي ورى نص ساعة أنا اليوم للعشر ونص هل سبب الهدى عشر أنا نتوني الله فتحت الناشد دولة رئيس الوزراء مجلس الوزراء الناشد رئيس مجلس النواب الناشد النواب صلاح الدين أن يرفعون صوتنا للبرلمان يعني سوقه قف تماماً يعني هسنا حتى عدنا عمال بطلناها الأجار من طلعه بضاعة ظلت على قلوبنا الشتوية من يقدر نسوق صيفي يعني ناشد دولة رئيس الوزراء أن يلقاننا حل شنذا نبنى إحنا ليبقى السؤال إلى متى ومن سينقذنا وأين ممثلو الشعب ومن المسؤول عن تدهور الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر